بالمدرسة القديمة اللي موجودة للأسف الشديد عند بعض من ولادنا في الجيل الحالي هم هم طورسوها عن الآباء والأجداد اللي ما دخلش طب وهندسة عنده مشكلة فيبقى هو ودخل أي كلية تانية عنده شكل مشكل لاستياء الدفين أو المعلن أحيانا هل لما بيخش بقى عند حضراتكم الكلية ويبدأ يشوف البرامج المختلفة للدراسة ويشوف التدريبات اللي بتتعمل وإزاي بتساعدوه وتحببوه في اللي بيجرى وتعرفوه هو بيفكر في إيه الولايات بيتغيروا فعلا طبعا يعني إحنا وعيين تماما في يعني مش بس في الكلية وقدرت الجامع عموما لأنه قضي إنه العامل النفسي للطالب ده مهم جدا ولازم نستوعبه ولازم نبقى بنتفاعل معاه بشكل إيجابي فأنا ببقى دايما حاسة إنه دايما مثلا أولى الأمور يجيش تقولي لأ ابني وزعلان وكده لأ هاتو نكلمه بنجيب له عناصر نكحة جدا من خرجينا اتخرجوا وعملوا شركات أو بقوا منبرز في شركات عالمية فلما هو بيشوف النمازج الطيبة دي بيبتدي يندمج بقى معنا ويبتدي طب نحطه فين طب نعمل إيه أنا مش عايزة أقول لحدك يعني إحنا في المدينة الفاضلة يعني عشان يعني إحنا عندنا إيجابيات وعندنا سلبيات بس اللي بنحاول نعمله إن إحنا عارفين إيجابياتنا إيه وسلبياتنا بنحاول نبتدي نلمسها ونعرفها كويس عشان نبتدي نحلها وبناء عليه السلبيات اللي موجودة إحنا بنعرفها منين بنستقيها من الطلبة بتوعنا نبتدي نعرف لأ أنا محتاج أعرف في المادة دي أكتر شوية لأنها أنا انترست بيها طيب نبتدي ننتبه للنقطة دي طيب هو للطالب ده اللي انترست بس لأ مجموعة من الطلاب إحنا عندنا قصور معين إحنا لازم نصلحوا طيب إحنا هل إمكانياتنا نقدر نصلحوا ولا نستعين بحد من برة لأ بنجيب له مثلا حد من شركات مش عايز أقول أسامي طبعا الشركات الشهيرة اللي موجودة في مجال الـ IT نجيبه نعمله دلوقتي يعني برضو برغم أن كورونا كان ليها حداتك عارف يعني مساوقها الكتير لكن من أحسن حاجة عملتها فكرة إن إحنا نعمل زوم ميتنج نعمل اللاين نعمل فده خلى سهل الأمور يعني ممكن حد من يعني تيورنا المهاجرة اللي برة عندنا مجموعة كبيرة في استراليا وفي الصين بزوم ميتنج هو مش هنجيبه بس بزوم ميتنج يقدر يكلم الولادنا ويشوف يعني ده بيديهم نوع من الأمل إن أنا عايزة أبقى زي هذا الشخص وكتير منهم بيوصل للمرحلة الطيبة دي وده دورنا في الكلية إحنا مش بس بندي مقرارات ونحشي أقوله كده يعني هقول حديك على الحاجة بسيطة إحنا عملنا مؤتمر طلابي كنت مهتمة جدا إن أنا مع زملاتنا الأفاضل في كلية تربية نوعية وإحنا كلية عملية وهم كلية نظرية إن إحنا نجيب معرض فني عشان الطالب هو داخل على على السيشن بتاعة المؤتمر اللي حنتكلم فيه بقى على الروبوتيكس والكلام ده وهو داخل يشوف حاجة جميلة إن في حاجات تانية في الدنيا حلوة لازم يشوفها الفنون جميلة جدا الحاجات دي بترأي بتسري عقله وبترأيه وتخليه يبدأ يفكر بشكل مختلف كمان اشتركوا في القناة